الطريفة كمان اللي بتحصل معها مع الأئمة يعني اللي هو كان في رمضان لما الإمام يقف أو يتلعثم أو ياخد نفسه مثلا كان محمد على طول بيوم متسرع ويوم مرض الإمام فالإمام كان نبه محمد قال له محمد أنا عارف اللي انت ما شاء الله عليك قدرتك خارقة ومش بتحب تسمع أي حد بيغلط في القرآن ولكن ادي لي فرصة لنا افتكر فمحمد استجاب لي كده ومعادش بيفتح على الإمام إلا ما الإمام ينبهه قبل الصلاة يقول له محمد ما تركز معايا عشان انت الوحيد اللي حفظه القرآن فانا عاوزك تقف ورايا وتفتح علي لو أنا أخطأت أو كده يعني يقول راجي رحمة الغفور دوما سليمان هو الجمزور الحمد لله مصليا على محمد وآله ومن تلا وبعد هذا النظم للمريد في النون والتنوين والمدود سميته بتحفة الأطفال عن شيخين الميهي ذي الكمال أوجو به أن ينفع الطلاب والأجر والقبول والثواب محمد مش بيعمل زي بقيت الشباب محمد بركز في قرآنه في درسته في صلواته في طاعة والده في البيت منتظم في كل حاجة بيخلص كل أموره أول بأول وهو أصلا إحنا بنعتبر محمد عندنا هنا قامة والمجتمع البرفؤادي خاصة من بعد ما أعرف إمكانياته طبعا حاجة رائعة جدا فهو على المستوى الإنساني إنسان في قمة الجمال حنون يحب يهتم بكل اللي حواليه يسلم على كل اللي حواليه علاقته بوالدته